يطلق الأوامر من الجنود على الأرض ينطلق من الآلية العسكرية ويستهدف الموقع بشحنات متفجرة يلقيها من الجو نظام جديد بتصميم بولندي ممكن تزويده على طيارة دون طيار ليطرح حلاً لإحدى أبرز التحديات التي تواجه الجنود في ساحة المعركة الابتكار في هذه الآلة هو قدرتها على التعرف على الهدف والتأكد من كونه هدفاً عسكرياً وليس مدنياً وبعد ذلك استهداف الموقع وخلال العملية تصلنا صور مباشرة للهدف حتى بعد التفجير كي نقيم دقة العملية النظام الجديد الذي طرحته الشركة تحت اسم النحلة يشكل بديلاً فعالاً وسريعاً للصواريخ إذ يعمل عن بعد مساحات قصيرة لا تتعدى كيلومترين ويصل وزن الكاميرا المزودة به إلى 300 جرام فقط يمكن التحكم بها عن بعد عبر لوحة إلكترونية ازدياد طلبي من القوات العسكرية على الأنظمة الذكية دفع بنا لتصميم نظام للتواصل يعمل في ساحة المعركة التي غالباً ما تغيب عنها سبل التواصل من الإنترنت والهواتف مدة تحليق الطائرة يصل إلى نصف ساعة وهي تسهم في تعديل سيناريو الحروب الميدانية أو حروب الشوارع التي غالباً ما تقتض بالجنود والمدنيين ما يزيد من خطورة إطلاق الصواريخ النظام ينتظر موافقة القوات البولندية وفي حالة صدورها سيتم استخدامها كجزء من المنظومة الدفاعية للبلاد وينضم إلينا من بيروت رئيس تحرير موقع الأمن والدفاع العربي في أنجمة العميد المتقعد ناجي ملعب ورحب بك وأبدأ معك بكيفية قراءتك لهذه التكنولوجيا الجديدة وما الأثر الذي سيترتب على هذه التكنولوجيا؟ نعم من أهم ما تحققه هذه التكنولوجيا هو استخدام إرسال الشحنات المتفجرة عن قرب وإلى مكان معروف ومحدد مسبقاً وبمراقبة مباشرة بالصور التي يرسلها النظام للهدف المعني يعني أول ما حققه أن الصاروخ عندما يطلق وينفجر شضايا لا تستطيع أن تتحدد في مكان واحد تنتشر الشضايا ويحدث مأساة كبيرة بينما هذه الشحنة هي مرسلة إلى مكان محدد مصور ومتابع هذه أهم الابتكار ولكن هذا الابتكار لم يكن صحيح للفولنديين لهم عراقة في هذه الابتكارات المسلحة وجيشهم مصنف ترتيباً عالياً في الجيوش العالمية ولكن هذا الابتكار استخدم من قبل الأمريكيين ومن قبل الإسرائيليين سابقاً واستطاعوا أن يصلوا إلى هذه التقنية قبل فترة من ذلك نحن في لبنان شهدنا عام 2006 استخدام للطائرة الإسرائيلية والتي استطاعت أن تحدد هدفها وهو متحرك كانت ترمي السيارة والسيارة فقط من بين السيارات وهي ماشية وهي متحركة يعني هذه التقنية سبقاً واستخدمها الأمريكيون والإسرائيليون في لبنان طب العميد ناجي ماذا لو وقعت تكنولوجيا مثل هذه التكنولوجيا في الأيدي الخطأ طبعاً هذه التكنولوجيا لا يستطيع أن يستخدمها إلا الجيوش العريقة بمدى استخدامها القوات العسكرية يعني مثلاً طائرة دون طيار لحد الشهر الماضي لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على بيع الطائرة دون طيار المقاتلة إلا لأوائل هذا الشهر يعني صدر بيان أنه ممكن أن تباع إلى الآخرين يعني حتى في أفغانستان عندما استخدمت الطائرة دون طيار القتالية في مهمات قتالية فقط تمكن من استخدامها الأمريكيون والبريطانيون والإيطاريون وغير ذلك لم تعطى هذه التكنولوجيا لأحد أستاذ إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا على الطائرات العادية أليس بالإمكان استخدامها أيضاً؟ على الطائرة العادية الطائرة العادية عرضة ليست الطائرة التي نتحدث عنها بدون طيار هي طائرة يستطيع التحكم بها وهي خفية إلى حد ما يعني طائرة العادية هي طائرة يعني لست أدري بإذا كان قصدك طائرة تجارية يعني ممكن جماعات إرهابية تستخدم على طائرة تجارية صحيح طائرة تجارية عرضة للإسقاط يعني طائرة دون طيار خفية خفيفة الوزن غير مرئية وتستطيع التحليق واستعمال نظام الجي بي أس على مدى قريب ويمكن إعادتها يعني تحليق لمدة نصف ساعة وتعود إلى مراكزها يعني صعب إسقاطها طيب عميد ناجي نحن الآن نتحدث عن تكنولوجيا يمكن ربما تثبيتها على طائرات وبالتالي استخدامها ماذا لو تطور الموضوع إلى أبعض من ذلك وأصبحت هذه التكنولوجيا يعني لها القدرة بأن تحدد الأهداف بنفسها إن كانت عسكرية أو مدنية وتحدد بنفسها أيضا من تستهدف نعم هذه التكنولوجيا سوف أفسح عن معلومة توصلت إليها وكالة الدفاع الأمريكية داربا في العام الماضي في أب العام الماضي استطاعت أن تزود القناص ببندقية تحمل رصاصة ذكية عيار 50 هذه الرصاصة هي رصاصة تطلق حتى مسافة 2 كيلومتر من قبل القناص وهي مزودة بأجزة استشعار تستطيع ملاحقة الهدف حتى أثناء تجواله يعني هذه الرصاصة عندما تطلق يستطيع بواسط النظر وبواسط الليزر أن يعيد تحريك هذه الرصاصة والتحكم بأجزة الاستشعار فيها وتغيير مسراها 30 مرة خلال ثانية يعني هذه الرصاصة تستطيع أن تلاحق الرجل الخصم الخصم الهدف من خلال يعني بعد إطلاقها وهي ليست مزودة بتقنيات إرسال صور كما التقنية البولندية الحديثة ولكن مجهزة باستشعار يستطيع الرامي أن يتابع هذه الرصاصة ويعطيها الأمر وتتحرك رصاصة جوالة ليست مثل الصاروخ الجوال الذي الممسوك يعني تلاقي دي يعني المقاتل أنت تتحدث عن الرصاصة لو تطور الموضوع تكنولوجيا لا تقف في مكانها وربما سنشى الطائرات كما ذكرت أنا بأنها ستتم ربما أن تستهدف أهداف وتقرر من تقتل أم من لم تقتل يعني هنا سيكون الموضوع كيف سيتم محاسبة من قام بأضرار في الحرب أبلا نحن نتحدث ربما عن السلاح وبالتالي ربما سيتم زعزعة الكثير من المبادئ سواء كان القانون الدولي سواء كان حتى أخلاقيا يعني كيف لآلة تحدد من تقتل أو لا الآلة ليست هي من تحدد أنا عندما ذكرت عن الرامي الرامي من يحدد هذه من تقتل أم لا حتى الطائرة التقنية البولندية التي نتحدث عنها هي موجهة من قبل الجندي على الأرض وهو الذي يعطيها الصورة التي التي تمثل الهدف وتبقى مخيدة بهذه الصورة يعني تستطيع إذا تحرك الهدف أن تتابعه وهي تخفيف من الخسائر الهدف هي تخفيف من الخسائر المدنية المحاسبة تبقى لمن وجهه ولمن أعطى الأمر ولمن قاد هذه الطائرة لكن الآلة ليست هي من يتحكم أستاذ حضرة العميد بالفعل كان هناك أخطاء أو هناك جرائم وقعت في المواجهات وسمعنا عنها مواجهات ما بين الدول أو مواجهات ضد بعض المنظمات وكان يصدر التبرير بأن هناك أخطاء وقعت وهي غير مسؤولة عن الخطأ هذه هي التكنولوجيا برأيك ألن تكون ذريعة أكبر لمن يريد أن يرتكب بعض التجاوزات ويعلقها على أنها أخطاء يعني إذا كان الهدف المطلوب تدميره بصاروخ سوف يحدث ضحايا على مسافة 500 متر هذه التقنية تخفف من الضحايا تخفف جدا من الضحايا هي فقط محصورة بالهدف الذي الموجه عليه يعني المسؤولية أثناء الحروب هي مسؤولية موجودة ولكن هذا الهدف منه هو تخفيف المسؤولية يعني عندما تطلق الصواريخ في سوريا مثلا صواريخ السكود القديمة العهد أثناء الثمانينات والمزود بها الجيش السوري دقت الإصابة فيها 500 متر يعني إذا أطلقت على هذا شعاع الأضرار هي 500 متر أنا أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير موقع الأمن والدفاع العربي في أنجما ترجمة نانسي قنقر